اشتركوا في القناة بين الممنوع والمسموح تحويل ملف المباراة القضية إلى الرابطة ورئيسها يوضح بعد يوم طويل اتحاد القدم ينهي اجتماعه بتعينات ماجد عبدالله لأندية الصدارة احمدوا ربكم أن النصر مو بوضع الطبيعي هالموسم اهلا وسهلا فيكم من جديد متابعين الكرام كانت هذه عنوينة سندخل بأدقة تفاصيل الخاصة ببرنامجكم آخر شوط اليوم ان شاء الله سنتكلم عن مجموعة من القضايا ومجموعة من المواضيع لكن قبل ما ندخل في أول المحاور الخاصة فينا بنقول بس بأنه أحداث كثيرة تمر أو تتسارع في الساحة الرياضية السعودية نحاول قدر المستطاع أن نواكب هذه الأحداث في زوايا كثيرة من أرجاء هذا البلد المعطاء البلد الكبير بعد ردود الفعل الواسعة على الشارع الرياضي السعودي والتي أدت إلى إيقاف بعض مشاهير كرة القدم في السعودية هل أصبح اللاعب لا يفرق بين المسموح والممنوع؟ نتابع هذا التقرير خطأ بسيط قد ينسف كل شيء ربما هو جهل أو لا مبالات لاعب قد ينهي مسيرته نظرا لمخالفته قوانين اللعبة الأكيد بأن عدالة المنافسة ستكون حاضرة ومن خلال لجنة الرقابة على المنشطات فالهاجس لدى متابعي أي رياضة هو بلا شك ضمان عدالة المنافسة وهذا ما تسعى لجنة الرقابة على المنشطات لتطبيقه قائمة تصدرها اللجنة مطلع كل موسم رياضي وتحوي جميع العناصر والطرق المحظورة دوليا يحسب للجنة أنها طبقت مبدأ التوعية قبل العقوبة فبرامجها التوعية وصلت للأندية ولللاعبين أنفسهم وكذلك للكوادر الطبية بالأندية الكرة في مرمى اللاعبين حيث أنهم هم الطرف المستهدف في كل هذا والوسط الرياضي بأكمله لا بد أن يؤصل مبدأ معاقبة المخطئ فلا يعقل بأن نغرق في بحر العاطفة أو تتباين آراؤنا بحسب المتضرب شكرا عبدالله رشود هذا كان تقرير اتتاحي لما يحدث في المشهد الرياضي السعودي حول المنشطات تحديدا عن هذه التفاصيل أذهب مباشرة إلى العاصمة الرياضي الدكتور عبد الرحمن السلطان عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ولاحقا أيضا سيلتحق من الدكتور مبارك المطوع خبير الإصابات لدى قنوات MBC Pro Sports الاستشاري المعروف دكتور مساء الخير مساء النور حياك الله أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لوجودك معنا اليوم أعرف أنه عندك ارتباطات كثيرة أعرف تماما بأنه الحديث حول لجنة الرقابة على المنشطات هذه أمور حساسة كثير عندنا في المشهد الرياضي السعودي ولكن كسؤال استباقي أو افتتاحي لهذه الاستضافة كيف شايف المشهد العام؟ خلينا نبدأ من وجود المنشطات كممارسة مستخدمة في الألعاب الرياضية في النهاية هي أحد الأشياء الموجودة حقيقة في جميع الألعاب ليس مثل كروة القدم أو غيرها لكن الفكرة الأساسية حقيقة وعملنا في اللجنة أنه نعمل حقيقة على تخفيض نسبة وجود الحالات الإيجابية عن طريق برامج التوعية وغيرها نحن مؤمنين حقيقة أنه العمل على برامج التوعية وتوعية اللاعبين والجهاز الإداري والجهاز الطبي هو المدخل الأساسي لرياضة شريفة فيها نوع من التنافس الشريف نعم برامج التوعية داخل الأندية وماذا عن خارج الأندية دكتور أعتقد أنه اللجنة خلال السنوات الماضية منذ تأسيسها لدينا عدة برامج من ضمنها البرامج الوطني للتوعية بالمنشطات اللي ينطلق على مسألة الاستخدام المواد الطبية من خلال الجهاز الطبي التركيز يتم على عدة محاور مثلا لدينا زيارة الأندية السنة الماضية كان لنا زيارة كاملة لجميع أندية فرق الدرجة الأولى تم زيارته متقديم محاضرات توعوية للفريق متكامل السنة هذه نحن الآن تقريبا شبهنا هنا أندية دوري جميل بالإضافة إلى العاب الأخرى سواء العاب فردية أو جماعية الشيء المهم كذلك اللي نعمل عليه خلال الفترة الحالية اللي هو التركيز على المنتخبات السعودية المشاركة في المنافسات الرياضية سواء على مستوى القاري أو مستوى الدولي لأن هؤلاء في النهاية يمثلون مملكة ونعمل حقيقة على رفع مستوى الإدراك في استخدام بعض المواد وكذلك أن يفهم الرياضي في النهاية أنه هو المسؤول الأول عما يدخل جسمه يجب أن يكون حريصا على عدم استخدام أي مادة لا يعرف مصدرها جميل بالذات خاصة في منافسات الدولية حيث أنه يعني بعض المرات قد يكون في بعض الناس اللي يبغوا ما أحد يفوز أو أنه يخسر المركز لذلك نؤكد دائما على الشباب بالذات الشباب الناشئين وهو جزء من برنامجنا لهذا العمل لهذه السنة التركيز على الفرق السنية في المنتخبات السعودية يعني هؤلاء هم مستقبلنا في السنوات القادمة نعم وزرع فيهم الابتعاد عن هذه المنشطات سواء بهدف منافسة شريفة أو الأهم من ذلك اللي هو المحافظة على الصحة العامة لهؤلاء الشباب طيب أرجو أن تبقى معي دكتور أيضا من العاصمة الرياض الدكتور مبارك المطوع خبير الإصابات أو استشاري الإصابات والخبير الطبي لـ MBC ProSport دكتور مساء الخير أهلا وسهلا فيك كيف شايف المشهد كسؤال افتتاحي كما سألت الدكتور عبد الرحمن السلطان قبل قليل لمشهد العام لما يحدث فيما يتعلق بالمنشطات وتعاطي اللاعبين وإيقاف اللاعبين بشكل عام وتعاطي الإعلام مع هذا الأمر أنت كيف شايف هذا المشهد أنا سعى لك بالخير بوزياد وعلى ضيفك الكريم ومشاهدين ومشاهدات طبعا أنا بالنسبة لي المشهد العام حقيقا أتكلم عن دور لجنة المنشطات حقيقة هي تقوم بدور جيد جدا في خصوص الكشف على الأدوية المحظورة خلال المنافسات في جميع الألعاب اللي أتكلم عزيزي أنه يمكن الدكتور تكلم على نقطة التوعية حقيقة الشيء المطلوب من لجنة المنشطات حقيقة مشكورة وهي قائمة بالدور هذا أنه تكثيف هذه المحاضرات تعويية زيارات بالاستمرار اللي نرغف فيه حنا كمختصين في هذا المجال أنه حتى علاميا نحن حقيقة هم يقوم بدور كبير لكن علاميا مظاهرين هذا اللي نحتاجه يعني نحتاج أن نثقف لاعبيننا بالشكل الصحيح نزور اللاعبين خلال المعسكرات خلال المعسكرات أو خلال المباريات في المنتخبات يقوم بدور هذا لكن نرغف في المزيد نرغف في المزيد التوعي فيما يخص في المنشطات حقيقة اللي جالس يحصل نحن نقول عدم وعي لدى اللاعبين نوعا ما لكن نحن نملك اللاعبين على مشتوى كبير مثقفين يسألون نقول لك بعض الأمثلة بعض اللاعبين تلقى في أحد الأوقات آخر الليل يتصل الدكتور أنا بأخذ العلاج هذا المستدلية أنا تعبان أشرايك فيه العلاج هذا من المحظورات أو لا فصار فيه وعي عند معظم اللاعبين لكن نحن نحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف فيما يخص المنشطات طيب الدكتور عبد الرحمن يعني مع هذه التوعية اللي قاعد يقول عليه الدكتور مبارك المطوى حتى اللي أنت تحدثت عنها طيب ليش هذا القلق من من عملية الكشف أو الرقابة على المنشطات فيه قلق الحقيقة فيه هاجز كبير بأنه هذا اللاعب عندما يقع في المحظور تصبح كارثة كبيرة جدا يمكن تعرف السبب الحقيقي أنه كثير من بعضهم يعتقد أنه الوقوع في المنشطات زي ما تقول معظلة أخلاقية أنه يقع في شيء يحضره النظام وقد يؤثر حقيقة على سمعة اللاعب أو حتى على عائلته أعتقد أن بس أؤكد على كلام الزميل الحقيقي على موضوع التوعية نحن اليوم مثلا في الحساب التويتر للجنة السعودية الرقابة على المنشطات في موقع الإلكتروني لدينا مجموعة متكاملة من المواد التوعوية سواء المواد على شكل البروشورات أو على شكل أفلام رسومية قصيرة كلها تتمحور حول مواضيع متعددة منها ما هي المنشطات ما هي الأضرار من هذه المنشطات كذلك طريقة وعملية الفحص واختيار اللاعبين وأخذ العينات وتحليلها كذلك ما هي الانتهاكات اللي يتم تطبيق النظام فيها كل هذه المواد متوفرة على موقع اللجنة بالإضافة لنحن على استعداد تام حقيقة من أي نادي سواء نادي حكومي أو حتى بالأندية الخاصة الرياضية إذا دعوة اللجنة لتقديم محاضرات لدينا فريق متكامل من الزملاء الأخصائيين والمختصين حقيقة في المواد المحضورة ليقدموا كافة هذه المعلومات هذا دورنا ونحن على أهبة الاستعدادة تقديم أي مادة نحن العام فيها الإحصائية صدرناها اليوم مثلا موجودة على موضوع المحاضرات على كافة مستوى المملكة في الأندية في تجمعات الشبابية في الجامعات وغيرها نعم دكتور اليوم دكتور عمد أحمد سلطان عفوا دكتور اليوم كمان في بعض الحقيقة الحالات أصبحت حتى في الصيدليات تباع بعض الأدوية لا أقول لك غير مرخصة ولكن في بعض الصيدليات اليوم ممكن يكون فيها نسب معينة من الأشياء المضرة أو الممنوعة كيف ممكن اللاعب كمان يتجاوز هذه المرحلة هنا عادي يبدأ الدور الحقيقي اللي يودنا نشتغلها بشكل أكبر لموضوع الجهاز الطبي في الأندية للأسف كثير من الأندية وبالذات حتى في الأندية الدوري جميل أو غيرها لا تهتم كثيرا ببناء فريق طبي متكامل يعني تجد النادي يخسر عشرات الملايين المدرب والفريق اللياقة ومدرب الحراس لكن يستسخر أنه يجيب ويدفع فريق متكامل سواء طبيب أو المساعدين تبعين أن هؤلاء هم دورهم في النهاية أنهم يتأكدوا من خلو هذه المنتجات المرخصة هذه المنتجات بعض من المواد المحظورة رياضية وندي أكد على المسألة هذه أنه كثير من الناس يعتقد أن المنشطات هي أي مادة تنشط لا المنشطات هي المواد المحظورة حسب اللايحة التي تسطرها الوكالة الدولية الرقابة على المنشطات تسطر في رأس كل سنة ميلادية قائمة هذه المواد بعضها أدوية تمام وقد يأخذها اللاعب ويكون في النهاية وقع في المحظور لذلك لدينا ما يطلق عليه بلجنة الاستثناء العلاجي يقوم اللاعب بتقديم طلب للجنة الاستثناء العلاجي عن طريق طبيب النادي أو الشخص المسؤول في النادي لذكر الحالة الطبية التي لديه ويقوم الفريق لدينا مجموعة طبة بدراسة هذه الحالة والترخيص في حال عدم وجود بدائل لهذا اللاعب مثلا لدينا قد يكون اللاعب مصاب بمرض السكري فلا يعقل أن يتم منعه من استخدام الأنسلين والأنسلين يعتبر مادة محظورة في الرياض وكذلك للمن يصابون بمرض الرب الشعبي وغيره لذلك التأكيد في النهاية على الاستفادة من هؤلاء الكوادر الطبية وإعطاءهم المساحة اللازمة والمقابل المادي المناسب بكي يكون لدينا ناس مختصين في هذا المجال طيب يعني يمكن أنا الدكتور مبارك المطوع يمكن أنا في فترة سابقة وتعرف أن أياك ما شاء الله من المعاصرين يعني من فترة طويلة يعني أنا اليوم ما يجي في بالي إلا الدكتور مبارك المطوع الدكتور جمال خليفة يقول لك الدكتور عبد الرحمن السلطان لماذا لا تقوم الأندية بتأسيس كوادر طبية متميزة حتى يكون النادي على الأقل هو يعني يعني لا يقع في المحظور أنت عصرت كثير من الميادين الرياضية ليش اليوم الأندية الرياضية عندنا ما عندها هذا الهاجس الكبير طبعا أؤيد كلام الدكتور عبد الرحمن أخسر قليل لتوفر الكثير حقيقة وإحنا عندنا عندنا حقيقة في بعض الأندية وليس الكل مشكلة في عدم اكتمال الجهاز الطبي وهذه نقطة مهمة زي ما ذكرت الدكتور عبد الرحمن أنه توفر الجهاز الطبي الكامل سيؤدى العمل من كل نواحي سواء في التعامل مع الإصابات الرياضية أو التعامل مع استخدام اللاعب للأدوية للأدوية خلال المنافسات أدوية الألم أدوية الورم مثلا عندنا محظورات أو عندنا لائحة بالأدوية طبعا ضم صواتي صوت دكتور عبد الرحمن بالنسبة لموقع اللجة المنشطات موجود عليها كل شيء لكن من الذي يدخل المشكلة لا أحد يدخل الموقع هذا يطلع على أشياء هذه لذلك نحن أعيد وكرر نحتاج إلى زيادة التذقيف زيارة الأندية هذا اللي نحتاج واللجنة الموقع مغطى بكل الجوانب نعم المهم معظم الأندية الآن يوجد لديها أجهزة طبية كاملة حريصين جدا على تسجيل جميع الأدوية اللي اتخذها اللاعب خلال التمرين وخلال المباريات لأنك زي ما أنت عارف قبل المبارة إذا كان فيه كشف من الشطات قبل المبارة بساعة وصول الفريق لأرض الملعب يتسليمه للفورم لتعبية الأدوية اللي تتناولها اللاعب فلابد اللاعب يكون عنده تثقيف في الجانب هذا حتى يتفادى تناول أي عقار أو شيء محظور قد يؤثر عليها في المباريات أو في النتائج دكتور مبارك باقتصار إذا سمحتني قبل الفاصل إذا تسمح لي إذا تسمح لي إذا تطارق إذا تفضل إذا تفضل إذا تفضل أنا أعتقد أن المسألة المهمة اليوم أن كثير من الأندية تقوم بأنه عندها جهاز طبي ولكن غير مرخص يجب حقيقة أن تقوم الهيئة السعودية للتخصص الصحية بأن تقوم بمسألة للترخيص لهذا الجهاز الطبي بهذه الطريقة هذه نظما وجود إحنا اليوم عندنا حالة تم تطبيق عليها النظام لوافد كان يعمل في أندية الدرجة الأولى على أساس أنه معالج طبيعي وشغلات زي كده وهو للأسف كان يحمل بكالوريوش تربية رياضية جل السنوات طوية يتنقل من بين أندية الدرجة الأولى وفي النهاية كان يقوم ببيع وتوزيع وترويج المواد المحظورة والآن حضرنا تم إيقاء العقوبة فيه لكن أنا متأكد أنه فيه غير زي كده للأسف نعم طيب عليتي حال متطر أروح إلى فاصل دكتور مبارك المطوع وبرجع بعد الفاصل لأطرح مجموعة من التساؤلات الخاصة في هذا الموضوع اليوم الأمر أصبح ليس فقط داخل النادي وإنما تعدى خارج النادي في الجلسات الخاصة بالنسبة لبعض اللاعبين فاصل ونعود حياكم الله لازل الحديث متواصل مع ضيوفنا الدكتور عبد الرحمن السلطان عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأيضا الدكتور مبارك المطوع خبير الإصابات واستشاري الإصابات والخبير الطبي لأم بي سي بروسبورت أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية دكتور مبارك يمكن لازمنا نتحدث عن الجانب التثقيفي والتوعوي أنت رجل ابن الميدان لا شك بأنه دور الأجهزة الطبية في الأندية داخل الأندية الدور التثقيفي أيضا هناك دور لللاعب في طريقة لعملية الفحص هل اللاعب اليوم عنده الخلفية الكاملة عن آلية الفحص وطريقتها حقيقة الآن معظم اللاعبين طبعا ولجنة المرشطات مشكورة هي من قامت بالعمل هذا ثقفت اللاعبين عملت لهم ورش عمل أثناء المعسكرات في المنتخبات أولندية صاروا معظم اللاعبين عندهم خلفية لكن المهم المهم كذلك الأجهزة الطبية الموجودة المرافقة للمنتخب أن يكون عندها خلفية ليش؟ لأنه طريقة جمع العين إذا فيها أي غلط أنت ممكن يلغي الفحص يعني كيف يتم اختيار لاعب متى يكون متواجد بعد المبارة مباشرة كيف يتم اختار اختيار للعبوتين A.O.B من يفتحهم وكيف يأخذ عينة البول أتوقع الآن اللاعبين الموجودين في الأندية الدرجة الممتازة ودوري عبدالطيف جميع أتوقع أن عندهم خلفية سواء دور لجنة منشطات مشكورة أو دور الأجهزة الطبية العاملة في الأندية في المهم جدا اللاعب يعرف اللي له اللي عليه أنا كيف أعرف كيف أنا سيتم اختياري وكيف أنا بروح للغرفة اللي هو أخذ العينة كيف بختار العينة كل الأمور هذه لابد اللاعب يكون مطلع عليها لأن هو المطلوب يسويها بنفسه إلا إذا سمح للضابط جامع العين يسويها أو الطبيب الموجود طيب دعونا نتعرف على العينات التي تم جمعتها لجنة الرقابة على المنشطات في عام 2015 2016 والتي أدت إلى انتهاكات في كرة الغدع عدد هذه العينات التي تم جمعها في رياضة كرة القدم 365 عينة يعني على عدد أيام السنة داخل المنافسة وهذه الكلمة أو هذه المصطلح يعني داخل المنافسة يعني بعد المباراة المباراة الرسمية مباشرة 296 عينة خارج المنافسة يعني لجنة الرقابة على المنشطات راحت زارة النادي في التمرين واختارت لها لاعب أو لاعبين خارج المنافسة 69 عينة الانتهاكات حدثت لثلاث لاعبين إيجابية نايف الظفيري من الباطن على إيقاف لثلاثة أشهر محمد نور من الابتحاد على إيقاف لأربع سنوات وحسين التركي وهو حسين الزيدان من الخليج على إيقاف لأربع سنوات دكتور عبد الرحمن احنا مشكلتنا ليس فقط من داخل النادي الجانب التوعوي موجود مش عند الكل لكن في كثير من الانديالان أصبحت واعية لهذا الجانب لكن احنا مشكلتنا كمان الانتقلت إلى خارج النادي في الاستراحة في الجلسة واحد من اللاعبين يقول لك والله أنا ما أدري اللي معاي كانوا يتعاطون أو كانوا مثلا عندهم مشاكل مثلا في الجلسة مثلا وواحد يقول لك والله أنا لا أنا والله ما تعطيت أنا حط لي شي وشربت ومدروا شو حتى أنا أذكر أنه فيه في الجزائر مرة حسب صحيح المعلومة جمي أنه كان لاعب بطل مميز وأكتشف أنه عنده حالة إيجابية بسبب حط طولة شي في العصير الظهر في الجزائر سعودي أعتقد خلني أقول نقطة مهمة اليوم نحن فيه اللائحة السعودية الرقابة على المنشطات وهي اللائحة التي مؤتمد مملكة تم اعتمادها بناء على اللائحة الدولية اللائحة السعودية هذه هي اللي تعتبر اليوم وبالهذا بأمر مهم جدا يعرفه الزملاء ووسط الرياضي اللائحة السعودية اليوم هذه اللائحة هي المعتمدة عن طريق الوكالة الدولية لموضوع اللغة العربية أنا خلينا أقرأ بس أهم فقرة في هذه اللائحة التي تعيد كل شيء لأساسه الفقرة رقم 2 واحد واحد وهي أهم فقرة في هذه اللائحة من أول آخر تقول على كل رياضي وكواجب شخصي منه ضمان عدم دخول أي مواد محضورة إلى جسمه ويتحمل الرياضي يوم من سؤولية وجود أي مواد محضورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينات التي تأخذ منهم تمام ويقول كذلك وعليه فليس من الضرور لإثبات حدوث انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات حسب الفقرة معرفة ما إذا كان سبب تعاطيه الرياضي للمنشطات متعمدا أو عن طريق الخطأ أو الإهمال هذا الشعن يعني في الأخير أنت أيها الرياضي أنت المسؤول عما يدخل جسمك تمام لذلك دائما نؤكد خلال البرامج التوعوية أو في المحاضرات أو في غيرها أنه بالذات إذا كان الإنسان في مناسبة خارجية أو حتى في منافسة داخل المملكة أو خارجها ألا يشرب أو يتناول أي شيء لا يتأكد من مصدره وبالذات تخيل إذا كان ألبت موية أو عصية يجب أن تكون مغلقة من مصدرها لأنه قد يكون هذا وارد أنه يوضع لشخص أو أنه بالخطأ أو بغيره لكن في النهاية بكل هذه الأمور اللاعب مسؤول مسؤولية تام يجب أن يعي اليوم أنه جزء من منظومة رياضية يعني هو الآن مهني في عمل مهني نوع في منافسة مهنية لذلك يجب أن يحرص حقيقة على كل ما يدخل في جسمه لأنه سوف يحاسب عليه وسوف تحقق على العقوبة وليوم العقوبات أصبحت مغلبة بعد تطبيق الكود الجديد من 1-1-2015 أصبحت العقوبات إلى 4 سنوات وأكثر من ذلك بالتالي قد تقضي بعض هذه العقوبات على مستقبل اللاعب يعني تخيل أنه واحد خطأ بسيط منه تناول شيء بدون ما يعرفه دمر مستقبله الرياضي اليوم أنت كرياضي مو بس الرياضي دكتور عفوا عفوا دكتور دسماتي كله معتمد على هذه عفوا مو بس الرياضي دكتور دمرت أنت مستقبل الحياتي كلها يعني اليوم مجرد ما واحد تعلن لجلة الرقابة المنشطات أنه يعني اسم المادة الأنفيتامين معناتها هذا متعاطي مخدرات صحيح؟ يعني هي المادة الأنفيتامين هي مادة مخدرة لكننا لا بدنا ندخل في مسألة أن الحصول عليها هو متعاطي أو لا لأن الموضوع أوسع من ذلك لكن في النهاية هذه مادة محظورة إيقاع العقوبات عن طريق اللجنة السعودية رقابة المنشطات هو إيقاع العقوبة رياضيا ما عدا ذلك ليس للجنة له علاقة فيه إلا إذا كان فيه نوع من الترويج والمساعدة والإعطاء والدعم في ترويج مثل هذه المواد أنا أؤكد في النهاية أنه يجب أن يعيي الرياضي أو حتى الإدارة الذي يساند أو الجهاز الطبي أنه في النهاية هناك اختبارات يعني التحليل سيكون عشوائي في أي لحظة قد يكون فيه تحليل مستدف لذلك قد يقع في المحظور ويقضي على حياته أو مستقبله الرياضي فقط بسبب خطأ بسيط قد لا يكون ذو أثر كبير على مسيرته الرياضية طيب دكتور مبارك أنت قريب أيضا من اللاعبين عاصرت كثير من اللاعبين سافرت معهم في رحلات علاجية يعني كيف ممكن اللاعب يفكر تفكير جدي في هذا الجانب بأنه خارج الملعب أو خارج النادي الموضوع بالنسبة له مختلف تماما في جلساته مع أصحابه مع ربعة والله حقيقة أبو زياد اللي ألاحظ أنا حقيقة من معظم اللاعبين اللي عشرناهم أو خلال الفترة اللي قضيتها معهم أنه صار فيه حرص لكن أنا اللي أنصحه دائم أنه بعض اللاعبين نكونوا طيبين يعني أنصحهم بالابتعاد على أماكن المشبوهة مثلا مكان مغلق فيه مثلا أحد يمكن تناول مادة الحشيش هو حتى هو ما يتناول مادة هذه قد يطلعه في التحليل إيجابي لذلك ننصحهم دائم بالابتعاد على أماكن المشبوهة الأماكن المغلقة الابتعاد عن أي شيء يضرك رياضي وهذا الشيء مهم جدا يعني في نقطة ذكرها الدكتور عبد الرحمن ودي أن أعلق عليها أبو زياد إذا سمحت فضل فضل في نقطة الأجهزة الطبية غير مرخصية طبعا لا نحن في لجنة أنا عضو لجنة ثراخي سلندية في هيئة دول المحترفين الآن لا نقبل ملف أي نادي إلا لازم يكون الطبيب والأخصائي مرخص من الهيئة السعودية لتخصصة طبية فالشيء هذا قضينا عليه الآن صار الناس يشتغلوا تتكلم على دول عبد الرصيف جميل الناس الموجودين مرخصين يعني لا يمكن أن يكونون غير موهلين أو غير مختصين وهذا شيء مهم جدا طيب دكتور عبد الرحمن هل تعتقد اليوم بأنه الرياضي السعودي بشكل عام مدرك تماما طبعا بالتأكيد خطورة هذا الأمر وأيضا العقوبة التي يمكن يتعرض لها التي يمكن تقضي حتى على حياتها سواء الرياضية أو حتى الاجتماعية هل اليوم في تعاون كبير بين لجنة السعودي للرقابة على المنشطات وأيضا هيئة الغذاء والدواء في هذا الجانب الحمد لله أنا أعتقد خلال السنوات الماضية لو ننظر للوراء مثل ما قال الدكتور مبارك فيه تغير كبير جدا حقيقة في مستوى الوعي بالنسبة لللاعبين وبالذات المحترفين منهم اليوم فيه فرق هائل حقيقة مثلا نشاهدها في مثلا عمليات أخذ العينات في محطات أخذ عينات المواد المحظورة أنه فيه تعاون فيه فهم حقيقة للآلية أول كنا نعاني حقيقة كيف أنك تسوي العينات كيف تطي العينة كيف يتم قسم العينة الأي و بي كيف تغلق العبوة وكيف تعرف رقم كل التسلسل وغير الأشياء هذه الحمد لله هذا الآن حقيقة شبه انتهى لأنه أصبح وكثير من اللاعبين اليوم خضع للفحص أكثر من مرة فالحمد لله ما هذا جال نقدر نقول أنه شيء الحمد لله أفضل من أول وتركيزنا اليوم في المستقبل في اللجنة في خلال التوعية بالذات في السنة هذه على موضوع الأجيال الشابة التي هي الناشئين أما في خصوص التعاون على الهيئة العام للغذاء والدوافة هو أصلا اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مجلس دارتها في أحد يمثل الهيئة العام للغذاء والدوافة ومثلهم الآن في المجلس بحكم عملي الأساسي وكوني صيدلي فبالتالي في تعاون وفي نوع من الاستشارات العلمية والتعاون فيما يختص اتخاذ بعض القرارات وغيرها وحقيقة أنا سعيد جدا بكلام الدكتور مبارك أن اليوم الأجهزة الطبية خلاص أصبحت يتم ترخيصهم من الهيئة السعودية للغذاء الصحية فهذا أمر مر ممتاز وأتمنى حقيقة أن يتوسع فيه ليصل لكافة الاندي إن شاء الله طيب دكتور أبد الرحمن ليش أصبح اليوم قرار إيقاع العقوبة على الرياضي وكأنه هذا الشخص يريد أن يخرج نفسه من هذا المأزق الكبير يعني ما صار فيه حتى تقبل لهذا القرار شو السبب؟ والله أعتقد مجموعة أسباب كثيرة لما ذكرنا أن الوقوع في المنشطات يعتبر نوع من المأزق الأخلاقي في النهاية الرياضة دائما نسمع عن الروح الرياضية وأنها تنافس شريف فلما يأتي أحد ويستخدم مواد محظورة قد تعطيه ميزة إضافية على الآخرين فهو يظهر موظر غير جيد الشيء الآخر اللي أعتقد أحد الأسباب الرئيسية اليوم هو توسع استخدام الاتصال الاجتماعي سواء عن طريق تويتر أو عن طريق سناب شات وغيرها فأصبح نقل المعلومة وتداولها سريع جدا وأصبح اتخاذ المواقف وردات الفعل أكثر سرعة من ذلك وبالتالي وهي مادة غنية ورائعة للإثارة بالنهاية نحن دائما في اللجنة السعودية ومنشطات نقول أن عمل هذه اللجنة هدفه الأساسي هو أن يكون لدينا رياضة سعودية ذات تنافس شريف والأهم من ذلك الحفاظ على الصحة العامة للعبين هذه المواد المحضورة في الرياضة أثرها على الجسم الإنسان سلبي جدا لأنك أنت تستخدم مواد غير موجودة في جسم الإنسان سواء مواد هرمونية أو حتى بعض الأدوية التي تستخدم لأمراض عندنا زي بعض المواد المحضورة التي هي مدرات البول هذه أصلا أدوية تستخدم لارتفاع ضغط الدم فلا كانت تخيل أن يستخدمها الرياضي لتخفيف الوزن السريع أو كذلك لحجب استخدام مواد أخرى أثرها على الجهاز الدوري الدموي أثرها على الجسم الإنسان على توازن الأملاح في الجسم يسبب فشل كلوي يسبب مشاكل أخرى المواد الهرمونية الأخرى بعض المواد الهرمونية قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري قد يؤدي إلى تساقط الشعر إلى الصلع قد يؤدي إلى مشاكل في القدرة الجنسية لدى الرجال أشياء كثيرة اختلال التوازن الهرموني في الجسم كل هذه مثبتة علميا وفي دراسات وفي حقائق وفي رياضيين أصيبوا بذلك كثير من الشباب للأسف خارج المملكة في ألعاب القوة قد يستخدموا مثل هذه المواد لسرعة بناء الكتلة الأضلية في الجسم النتائج واضحة حقيقة على القدرة الجنسية بالذات عند الرجال أو حتى عند النساء يكون في نوع منه الاختلال الهرموني حقيقة هي رسالة في النهاية البحث عن هذه المواد المنشطة ومحاولة منعها لدى استعمال اللاعبين الهدف الحقيقي هو حماية اللاعب من الانسياق والسقوط في هذا الفخ طيب دكتور مبارك أنا طبعا لا أحب أن أتكلم عن مداخل اللاعبين أو الأمور المالية في النهاية هذه رزقة من عند رب العالمين يعني هذا ربك سبحانه وتعالى هو لموزع الأرزاق في النهاية لكن هل نحن نجني ثمار الأخطاء الكبيرة في التخطيط للرياضة السعودية بحيث أن ما اهتمينا بهذا الجانب الطبي الرقابي بشكل كبير جدا وأنفقنا المال بشكل كبير على اللاعب اللي هو الحلقة الأضعف الحقيقة في الرياضة إذن كان ذكرت في بداية الحلقة أن أصرف القليل لتوفر الكثير فتوقعنا الناحية الطبية بكل نواحيها مهمة جدا أن نوفرها لللاعب سواء العلاج أو التشخيص أو المحافظة عليها أو التوعية ذكر الدكتور كذلك أنه خلاص الآن الفكر تغير الوضع تغير صار اللاعب يحسن هذه وظيفته هذه اللي تدخل عليه عليه رزقه وعائلته يعني لا بد أن نحافظ عليها كيف أن نحافظ عليها من الأشياء المهمة عندي أنه كيف أحافظ على نفسي من ناحية الطبية ليصابات كذلك الإبتعاد عن أي شيء ممكن يضرني أو أي شيء قد يعرض لي العقوبة لجهة المنشطات زي لما دكتور عفوا مبارك لما يجيك لعب مثلا مصاب ويبغي يرجع للملاعب بشكل سريع فتلاقي يجيسه للطبيب أو يمكن صارت معك أنت دكتور مبارك أنه أنا أبغى أرجع بسرعة أبغى أخذ مثلا علاج يرجعني بسرعة صحيح وهذا دورنا كجهاز طبي موجود في الفرق والمنتخبات أن كيف ننصحه كيف نوصل المعلومة بالشكل الصحيح كيف نبلغ أن هذا الشيء بيضره وأن العلاج الصحيح أنه يأخذ وقته في العلاج يرجع أفضل حتى لو أنت أعطيته علاج سريع لا قدر الله ستكون للحصابة مضاعفة فهذا الدور الذي نبحث عنه سواء كجهزة طبية في الأندية والمنتخبات أو الأخوان في النجلة المنشطات كيف أنا وعي اللاعب كيف نثقفه بحيث أن يحافظ على صحته لو تلاحظ الآن في الدول الأوروبية الأخرى أو الدول المجاورة صار فيه وعي صار اللاعب يعني يجن الملايين يجن الملايين وتلقى أول واحد في العيادة أول واحد في التمرين أول واحد في المطعم خلاص صار فكر هذا عفوا ثقافة إذا تغيرت سلوك اللاعب وزرعت فيه ثقافة الاحتراف بكل ما يعني كلمة احتراف أتوقع أن في النهاية سنحصل على لاعب محترف على مستوى كبير طيب دكتور عبد الرحمن السلطان أبي منك جملة أخيرة إذا سمحت لي تختم فيها هذه الاستضافة فيما يتعلق فيك أنت شخصيا كعضو للجنة السعودي للرقابة على المنشطات وأيضا الصيدلاني المهتم أيضا حتى في الجوانب العقاقير الطبية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة الحقيقة بالنسبة لللاعب جميل أنا عندي رسالتين سريعتين الرسالة الأولى حقيقة للرياضيين حقيقة يجب أن يقرأوا ويطلعوا على اللائحة السعودية رقابة عمال الشرطات يجب أن يكون حريصا على التأكد مما يدخل في جسمه أي شيء مادة كان سائلة أكل شراب يتأكد حقيقة اليوم أنت حياتك ورزق أبنائك مبني على هذه الرياضة فلا تهدر هذه الفرصة التي أنت فيها بس في خطأ سريع الرسالة الثانية منشطات البحث الدخول على موقع اللجنة فهم وإدراك الخطوات والإجراءات التي تتم في عمليات أخذ العينات في إبلاغ اللاعبين في الاستماع في القرارات التأديبية هدفنا في النهاية الحفاظ على هذا اللاعب السعودي الدفاع عنه سواء داخل المملكة أو خارجها فأتمنى حقيقة الحصول على المعلومات من مصدرها الأساسية وشكرا لكم حقيقة على تحت الفرصة بالعكس شكر لك دكتور على وجودك معنا لليوم دكتور عبد الرحمن السلطان عضو اللجنة السعودي للرقابة على المنشطات وأيضا الصيدلاني الحقيقة اللي وجهنا كثير من النصائح الخاصة بالنسبة للرياضيين في السعودية شكر موصول أيضا للدكتور مبارك المطوع الاستشاري الإصابات الرياضية وأيضا الخبير الطبي لقنوات MBC شكرا لكم على وجودكم معنا اليوم فيما يتعلق بالمنشطات وخطرها وأيضا التفرق ما بين المسموح والممنوع فيما يتعلق بالعققير الطبيعة فاصل متابع الكرام نعود بعد الفاصل لفتح الملف الأبرز إنجاز التعبير في كرة القدم قضية مباراة الاتحاد والقادسية أهلا بكم من جديد قضية مباراة الاتحاد والقادسية والتي رفضتها لجنة المسابقات وحولتها لجنة الاستئناف حطت اليوم هذه القضية رحالها في أحضان رابط الدور المحترفين السعودي للبت في أمرها ترى إلى أين تسير تقرير لنايف المطيري يبدو أن مواجهة الاتحاد والقادسية والتي كانت في الجولة السابعة عشرة من دور جميل للمحترفين لم يكتب لها أن تنتهي حتى بعد انقضاء جولات كثيرة بعد هذا اللقاء بل أزالت هذه المواجهة متواصلة ولكن بين أروقة الاتحاد السعودي ولجانه المواجهة القضية بدأت حكايتها حين أخطأ الحكم تركي الخضير في منح لاعب القادسية نايف هزازي بطاقتين صفراء واستمر اللاعب في المشاركة في المباراة حتى تنبه الحكم لاحقا لخطأه بعد خمس دقائق من منح البطاقة الصفراء الثانية وأخرج البطاقة الحمراء لللاعب بإعادة المواجهة وتم تحويل هذا الاحتجاج إلى لجنة المسابقات والتي بدورها قامت برفض هذا الطلب وتثبيت نتيجة اللقاء لكن هذا القرار الذي كان مزعجا للاتحاديين وغير منصف حسب آرائهم لقى أيضا نقضا من قبل لجنة الاستئناف والتي أكدت أن لجنة المسابقات ليست صاحبة الاختصاص في هذه القضية وتم إحالتها إلى الجهة المنظمة للدوري وهي رابطة دوري المحترفين يبدو أن الاتحاد السعودي مقدر له أن يعيش حالة من الصداع مع نهاية فترته خصوصا وأن مثل هذه المواضيع والتي يعتقد أنها تحل بسهولة وبسرعة حسب اللوائح والأنظمة أجدها تتفاقم وتتزايد وتسلط المزيد من الضوء على هفوات تؤكد أننا لازمنا نحتاج مراجعة الكثير والكثير من أجل مظهر جيد وغير متهالك للكرة السعودية شكرا نايف المطيري على هذا التقرير ولمزيد من هذه التفاصيل معنا من جدة الناقد الرياضي لأم بي سي فرس بورت الزميل خالد صايم الدهر وأيضا من جدة أيضا اللاعب السابق وأيضا الكاتب والناقد الصحفي الزميل علاء الكويكبي حياكم الله أهلا وسهلا فيكم في جزء من هذه التفاصيل أذهب لصاحب الشأن في هذه الفترة أيضا وهو رئيس رابط الدوري المحترفين الأستاذ ياسر المسحل مساء الخير أبو سلمان حياك الله أبو زياد أهلا وسهلا صدق اليوم بس بديت أحس أنه رابط الدوري المحترفين في السعودية مرة مهمة والله يعني كان أدنى أنها تعتبر بالنسبة لك مهمة قبل هذه الأحداث لا 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 طبعا هي مهمة أكيد بشكل كبير لكن اليوم حسيت أنا أنه يعني رابط الدوري المحترفين السعودي وكأنها يعني الحاكم بأمرها مثل الدوريات المحترفة الكبيرة مثلا الدوري الإنجليزي أو الأسباني اللي الرابطة لها أدوار كبيرة جدا كمان نحن نبغى نشعر بأن رابط الدوري المحترفي في السعودية لابد يكون لها أيضا اتخاذ قرارات مفصلية والله يعني بوزياد يعني في بعض الدوريات أو قلنا نقول مثلا رابط الدوري إيطالي تختلف عن رابط أو الدوري إنجليزي يعني ماهلا الإيطاليين عندهم الرابطة لجنة منضباط ضمن اختصاص الرابطة بينما الدوري إنجليزي انضباط ضمن اختصاص الاتحاد الإنجليزي فهي تختلف حسب رغبة الاتحاد المعني وحسب التنسيق بين الاتحاد بين رابط طيب أنتش رأيك بالقرار الآن بتوجيه هذا الملف إلى رابط الدور المحترفين والله يبوزياد يعني أنت الآن تتكلم عن قضية تعتبر قضية منظورة وأنا طرف في هذه القضية فمن الصعب من أن أعطيك رأي ولكن بالنهاية أنا أحترم لجنس ناف كالجنة قضائية مستقلة تحت مضلة الاتحاد السعودي لكرة القدم وهذه اللجنة أقدر رئيسها وكل أعضاءها وأخذوا أسبوعين كاملين في تداول هذا الأمر حتى وصلوا لهذا القرار هم يعني زي ما شفنا اليوم في الخبر الذي صدر عن حساب الاتحاد السعودي بتويتر تم نشر فيه القرار كامل الذي هو يتعدى تقريبا سبع أو ثلان صفحات حاليا نحن اليوم كرابة المحترفين وأنا الشخص مكلف الآن بتسيير عمالها حتى إن شاء الله انعقاد اجتماعها القادم في عشر أبريل اللي إن شاء الله رح يتم فيه مداولة النظام الأساسي اللي تقريبا شبك تمت وسيوزع على الأندية خلال فترة القادمة إذا يقومون الأندية هم باعتماد هذا النظام أو وضع أي تعديلات ليتم بالنهاية اعتمادها من قبل الحد بس إشارة لسؤالك مزياد اليوم لجنس السناس قرر القرار واضح وهو نقف قرار لجن المسابقات وإحالة الاحتجاج إلى رابط المحترفين فهذا القرار إحنا كرابطة اليوم لا بد أن نتقبل هذا القرار وأن ننظر باحتجاج بناء على طلب لجستنا فإحنا اليوم بادرنا بإرسال خطاب عادل للأمان العام للحادس السعودي بطلب أساسات القضية كاملة وكل المخاطبات والمداولات التي تمت من جميع الأطراف المعنيين وأيضا عشرنا أن الأمر يتطلب مننا عدة أيام لأننا نتخذ فيه إجراء فرغبة أيضا في تخفيف الضغط عن الأطراف المعنية وأيضا أننا رأينا أن الموضوع سيأخذ عدة أيام معناها الجولة القادمة الجولة العشرين بعد ثلاث أيام تقريبا فأعلننا أنه ما رح نقدر نتخذ قرار ما يفتعفنا الوقت إلا بعد ما انتهاء الجولة فهذا هو اللي صاير الآن طبعا إحنا الآن في البداية قبل ما نخوف لأي تفاصيل لابد أن نتأكد كرابط الدول المشترفين أننا نملك الأهلية القانونية لألبس في هذا القرار هذا الخطوة الرئيسية اللي حنا الآن رح نعمل عنها طيب سؤال في حال أنكم تأكدتم أن أنتم عندكم أهلية لهذا الأمر هل استنادكم للقرار إذا أتخذتم إن شاء الله تعالى سيكون مبني على شأن داخلي ولا رح تستنيرون باتحاد آسيا واتحاد دولي والله نشوف أبو زياد نحن نقع تحت مظلة الاتحادين اللي ذكرتهم الاتحاد القاري والاتحاد الدولي نحن في حال أنه وجدنا أنه نحتاج الاستعناس بأعراء ناس مختصين لهم خبرة أطول مننا وأيضا بالذات الاتحاد الدولي اللي هو يعتبر المشرع الرئيسي لللعبة على مستوى العالم ما يمنع بالعكس يعني إحنا زي ما نتعارف الأنظمة والنوائح حتى في الدول الأخرى ما في مادة مثلا تتكلم في حالة أنه الحكم أغفل طرب لاعب كرتاني وش الإجراء بالضبط اللي يصير يعني جوابنا السؤال إذا إحنا احتاجنا أننا نستعين بخبرات خارجية ما رح نتردد نهائيا بالنهاية إحنا يهمنا أنه أي خطوة نقوم فيها أو أي خرار نتخذه يكون مبني على أساس صريح وواضح ويعني رح يبدل جهدنا الكامل لأننا نتأكد أنه ما رح نخط خطوة لا في اتجاه الصحيح بإذن الله طيب قراركم رح تعلوننا بعد نهاية الجولة عشرين وقبل الجولة واحد وعشرين صحيح؟ بدون شك نعم لأنه تعرف الآن يعني أنا أول شيء أقدر حقيقة المشاعر الجماهير الرياضية باختلاف ميولها القضية هذه الآن من الجولة السبع طعش وآن نحن نهينا جولة ثمنطعش تسع طعش ونحن مقبلي باعتلافة جولة رقم عشرية الدوري كلها ستة عشرين جولة فماعد بقى كثير فقضية زي هذه قضية تعتبر مهمة جدا وتؤثر في أشياء كثيرة وقرار القرار بشأنها رح يأثر على عدة جهات فلازم نحن نستعجل قدر وإمكان ولكن لا يكون استعجالنا على حساب أننا نرتكب أخطاء في آلية اتخاذنا للقرار طيب لكن ما في شيء واضح الآن صحيح؟ هو أشوف أنت اليوم جاء القرار وطلبنا اليوم ملف القضية كامل ورح يوصلنا بكرا إن شاء الله طيب إحنا رح نسخر كل وقتنا وجهدنا أن ننظر في الموضوع بأسرع وقت ممكن طيب سؤال أخير وأرجوك الإجابة بمختصرة إذا سمحت لي ماذا لم تجتمعت أنت الرابطة صار لكم فترة طويلة من 2014 ممكن رح نجتمع إن شاء الله 10 أبريل القادم إن شاء الله رح يكون اجتماع الرابطة ورح يتم فيه مداولة النظام الأساسي لها اللي تأخر لأسباب كثيرة المقام ما يطول لشرحها طيب وبإذن الله إن شاء الله تستكمل الرابطة أعمالها بنظامها الأساسي وبلجانها وبمجل إدارتها بإذن الله إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الرابطة أولا وثانيا نتمنى أن يكون قرار الخاص بمباراة الاتحاد والقادسية مبني على الجوانب القانونية وليس على الجوانب العاطفية وأنا أجزم تمام بأن أنت رجل لست بعاطفي كثير أنا عارفك أنت منت عاطفي يا أبو سلمان أبدا أنا في العمل مني عاطفي بس سراء لمستوى الشخ سراء عاطفي عندهم سلمان عاطفي أكيد أنا عارفك زين شكرا لك سيد ياسر المسح رئيس رابطة دوري المحترفين السعودية متحدثا حول نقل هذا الملف إلى رابطة دوري المحترفين أجدد التحية والترحيب بكم أخالد صايم الدهر وعلى الكويكبي خالد شرايك في الموضوع تحس أنهم ورطوا دوري رابطة المحترفين عارف ورطوهم الجماعة كله خلاص كله خرج من الموضوع وصارت في الآن ملعب دوري رابطة المحترفين المشكلة يعني المشكلة كبيرة يعني أكبر من أنه يعني يتخذ فيها في سبوع ثلاث أيام أربع أيام أخي طارق المشكلة أنه الحادثة هذه كشفت أنه إحنا ما عندنا قاعدة ما عندنا أساس ما عندنا نظام أو لوائح معقول أنه يكون عندنا حكام ومراقب حكام واتحاد كرة ومنتخب ومدعوم من الفيفا ومشكلة زي ذي الآن خشينا في ثالث جولة واستئناف ولجلة الاستئناف تنقض قرارات لجنة المسابقات ويرموها على دور المحترفين وأنا يعني دور المحترفين كأنه أصحى صح واحد من النوم فجأة قالوا لي يلا في موضوع عندك هو كان في إجازة يعني موضوع متشبك المشكلة الكبرى اللي أنا أخشاها يا جماعة أنه الآن لو دوري ربطة المحترفين قالت أنه تعاد المباراة هذا جميل وحسب حق الاتحاد وحسب النظام وحسب تقرير لمراقبة المباراة طب القادسية سيدخل في ظلم هنا القادسية لعب أمام الرائد وهو ناقص لاعبين بسبب طردهم أمام الاتحاد هزازة وجل بيرتو وخسر اثنين واحد طيب يعني أنتم الآن حرمتوني من لاعبين لاعبين مهمين بالنسبة لي والآن حرج ألعب مع الاتحاد يعني ما في طرد المباراة ذيك اتمسحت أصبحت من الذاكرة طب إذا أنا أبغى عيد مباراة الرائد عشان كده هن قاعدين نقول خالد عشان كده قاعدين نقول القرار بإجابة قانونية وليس عاطفية أهم شيء أن يكون الشيء قانوني كما الاتحاد يرى بأنه تضرر الاتحاد تضرر من حقه بس أنه ما عليش أنا بوصل لك لنقطة من سبب المشاكل هذه ليش التأخير هذا في اتخاذ القرار هو جهل المسؤولين في اتحاد القدم بالنظام ممتاز طيب خلينا أسمع رأي علاء الكويكبي بعد أنه جدد التحي والترحي فيها علاء ش رأيك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم صراحة قضية صراحة تحفى هذا القضية هذا يبين ضعف الاتحاد السعودي الكل يتهرب من القضية لجنة الحكام تهرب من القضية لجنة الانضباط تهربت من القضية لجنة الاستئناف الآن مرة أخرى تتهرب من القضية والآن يرموا فيها على رابطة الدوري عفوا دع سمحت لي لا لا ما حتى تهرب الكل أعطى رأيها في هذا الموضوع وفي الأخير لجنة المسابقات رفضت إعادة المباراة يعني الكل أعطى رأيها عشان ما نتهم الناس لا لا سامحني أنت في بداية النظر في القضية يعني ما أقوله يا أبو زياد يعني اتحاد سعودي قديم مثل ما تفضل الأستاذ والقائم على اتحاد السعودي سيد أحمد عيد يعني رجل رياضي وخبير كل لجان الاتحاد السعودي يعني ما هي أول مرة يعني على تاريخ كرة القدم تمر مثل هذه الحالة عشان تأخذ كل هذا الوقت عشان تطلع يعني سامحني على هذا اللفظ فتوى جديدة في كرة القدم يعني نادي الاتحاد قدم على احتجاج إما يقبل بالقبول بهذا الاحتجاج أو الرفض ولكل اتحاد محلي قوانينه ممكن أنت تجيب حالة مثلا مشابهة في دوري آخر وعيدة المباراة والعكس صحيح ممكن لا ولكن أنا اللي أقول لك هذا ضعف شديد أنه الاتحاد السعودي نفسه قاعد يتفرج على هذه المسرحية بدون ما يعطيك يعني قرار حاسم الآن أفضل أفضل لجنة تكلمت أو جهة هو للتاد ياسر المسحر بكل جراءة قال لك عندي الصلاحية وعندي أنا كرابط الدولي المحترفين الصلاحيات إني أبت في هذه القضية إما تعاد المباراة أو ما تعاد لكن صراحة ما حدث من أكثر من الحين اقتربنا من شهر وهذه تعاد لا ما تعاد حق أو مو حق في كأس العالم صارت المباراة هذه في كأس العالم 2006 وما أعيدت أعيدت المباراة الحادثة هذه نفسها وفي دواري أخرى مثل الدولي المصري أعيدت المباراة يعني من حقك أنت كأتحاد داخلي أنت بت في هذه القضية أما أنت تركها للجميع يفتي فيها فهذه صراحة يعني مسرحية يعني ما تدل إلا على ضعف الاتحاد السعودي بجميع صراحة اللجاني اللي مرت عليهم هذه القضية مع احترامي للجميع طيب دعونا نذهب إلى فاصل آخر المتابع الكرام نعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحديث سنأخذ مداخل أهامة في هذا الجانب أيضا ومن ثم نتحول إلى مجموعة من المواضيع الأخرى حياكم الله من جديد لازال حديث متواصل مع خالد صايم الدهر وعلاء الكويكبي في موضوع قضية إعادة مباراة الاتحاد والقادسية ولا شك فيه هناك مواضيع أخرى سنتحدث عنه ولكن عبر الهاتف يلتحق بنا الآن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ إبراهيم البلوي بولعنود مساء الخير مساء الله بالنور وعلى ضيوفك الكرام حياك الله المشاهدين أهلا وسهلا إيش حاب تقول في موضوع يعني تحويل هذه القضية إلى رابط الدور المحترفين والله أنا يعني مفروض أني ما أتكلم طالما في قضية منظورة ممتاز لكن أحب أعليك تعليق بسيط على احترام القناتكم والضغط اللي ضغط عليه أنت والمحامل المفروض ما تتكلم اليوم كيف 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 لا لا ما فهمت ما فهمت عفوا مثلا إيش الضغط إيش؟ يعني إلى اليوم لما أكلمت قلت للافظ الداخل وضروري وكذا يعني استشرنا المحامي وقال مفروض ما تتداخل لكن احترام القناتكم حتى الداخل نعم بجزئتين نعم الجزئية الأولى بالنسبة للقرار المفروض من الصح أنه يروح لرابط الدور المحترفين بناء على اللائحة اللائحة للتحاد السعودي أنه الرابط الدور المحترفين هي الجهة المنظمة أوكي فطبيعي أنه هذا الإجراء السليم والرسمي مية بالمية هذه من الناحية الناحية الثانية على موضوع أنه يطلبوا الملفات ويشوفوا يعني أنا من الأساس يعني استشاءت بتل أحمد عيد يا أستاذ أحمد بعد عن الحراج اسأل الفيفا اليوم في مادة صريحة في الاتحاد السعودي مادة 12 على 5 أنه إذا فيه خطأ فني في المباراوة عن طريق مقيم الحكام وأعتراف الحكم فهالشرطين موجود واضحة للجميع يعني فهم التأخير للأسف الشديد أنا أحمله للاتحاد السعودي نتمنى أنه نشكر لجنة الاستعناف أنه كان عندها قرار وراعة المصلحة في الكرة السعودية نتمنى من الرابطة وخاصة أن الأستاذ ياسر المسحل أنه رجل يعني ما شاء الله صاحب الأنظمة ومن الناس اللي مشهودهم بكل كفاءة في الاتحاد السعودي طيب أنه اليوم الرابطة المفروض خلال 24 ساعة هي ما فيها اختراع يعني لو نسك المادة 12 على تقسيم 5 المادة واضحة وصريحة بالنسبة لموضوع الهكاس العالي فيه 6 اللي قال عليه نخص على كويكبي يعني صرحوا تصريح رسمي أنه لو أستراليا احتجت يعني يعودون للمباراة فالمادة صريحة ومادة يعني بين الاتحاد السعودي مادة 12 تقسيم 5 طيب سؤال الأخير لو سمحت لأستاذ إبراهيم بعد تحويل هذه القضية إلى الرابطة إلى أي مدى أنت أصبح عندك ثقة الآن بدنا المباراة ستوعاد بالنسبة لك أنت شخصيا كرئيس النادي والله أنا دائما عندي أمل في الله ثم في المسؤولين عندنا في السعودية وإن شاء الله أنه ينصفون حق الاتحاد ولكن أنا قلت من أول وارجع وارجع وقول إذا ما يعني أي جهة أو أي لجنة أو رابطة أو أي لجنة في الاتحاد السعودي ما أخذت وأنصفت نادي الاتحاد يعني بعدها سنروح للفيفا طيب يعني إذا ما أنصفوكم الرابطة بتروحون للفيفا 200% طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم البلوي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد معلقا على قرار تحويل قضية عادة مباراة الاتحاد القادسية من لجة الاستناف إلى رابطة دوري المحترفين اجتمع اتحاد السعودي لكرة القدم اليوم في مقره ظهر اليوم في مدة تجاوزت ست ساعات تقريبا حيث خرج لنا هذا الاجتماع بالقرارات التالية تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للالتحاد وذلك يوم الخميس 28 يوليو القادم وأيضا الموافقة على موعد اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين وذلك يوم الأحد 10 أبريل المقبل تكليف المهندس عبدالعزيز القرينيس ممثل للاتحاد السعودي في اجتماعات مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين المصادقة على اختيار فيصل عادل أبو خلف نائبا للرئيس أو لرئيس غرفة فضل المنازعات رفض اعتدار المتحدث الرسمي للاتحاد السعود لكرة القدم عدنان المعبد عن مهامه واستمراره كمتحدث الرسمي للاتحاد ضم عضو مجلس إدارة التحاد سعود الكرة القدم سلمان لغريني إلى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاطلاع على الخطة الفنية للمنتخبات السعودية 2022 ومنح الفرصة للأعضاء لإبداء مرئيات للبدء في تنفيذها الاطلاع على تقرير مشرف المنتخب السعودي الأولمبي صالح بنخاء عن خروج المنتخب السعودي من كأس آسيا تحت نال عشرين سنة وطلب تقارير إضافية خالد شريك بهذه القرارات فين القرارات اللي شفتها على الشاشة قبل شوية اللي أنت ذكرت ما تعتبر قرارات هذه أنا أستفيد منها أنا كشارع رياضي تعيين نائب المنازعات تكليف المهندس القريني الموافقة على الضم سلمان القريني عدناء المعابد لا يروح هجلس فين قرارات يعني ما عليش ستة ساعات عشان أنا أطلع للناس بهذه الأشياء حتى الخطة الفنية اللي قدمها الجهاز الفني لالفين وحداش المنتخب السعودي لسه يطلوا عليها ويوافقوا أو لا يعني إلى الآن هي في عالم مفقود الآن ما في خطة محاسبة المشرف العام اللي هو المنتخب الأنبياء بنخاع على أسباب الإخفاق في البطولة الأخيرة المنتخب الأولمبي ولسه طالبين تقرير فني يعني ما عليش من احترام يا أخوي طارق ولا هانا الموجودين ما في قرارات يعني اجتماع ما نعارف إيش أسميها والله ما نعارف لكن حقيقة ما في تعليق لأنه كله يعني مستشخاص سبع قرارات ما فيها إلا موضوعين مهمة المنتخب الأول المنتخب الأولمبي وبرضه ما بثوا فيه فأنا أشوف أنه ستة ساعات سواليف طيب احنا على يعني توقعنا نسمع مثلا قرارات جديدة أو حديث على موضوع اللعب في إيران يعني في كثير من الناس قالوا أن الأستاذ سلمان القريني بعد أن تخرج في الإعلام وتحدث وانتقد الاتحاد يتم الآن تعيينه في المكتب التنفيذي مشكلة نادي الاتحاد مع القادسية في كثير تفاصيل ما سمعناها في هذا الاجتماع طبعا نبدأ أستاذ سلمان القريني صراحة كفاءة عالية لكن مثل ما توقعنا كلنا أنه ما يكون تصريحات التي صراحة أستاذ سلمان لها قبول في نفس الاتحاد السعودي أو كأعضاء مجلس الاتحاد السعودي مجمل هذه القرارات التي صدرت التغافل عن صراحة أهم القضايا في الشارع الرياضي مثل ما ذكرت أبو زياد مباريات الأندية السعودية في إيران قضية نادي الاتحاد وهي القضية صراحة لأشغلة الوسط الرياضي يعني يدل على حاجة واحدة يعني وأتمنى أنه ما يكون فيه زعل من أي أحد وأنه سقاط لهذه وجهة نظر أنه الاتحاد السعودي كرة القدم كإدارة أو كمجلس إدارة يعيش آخر أيامه وهو يعلم يقين أنه في آخر أيام ومو من حقه اتخاذ قارات يعني مصيرية ومفصلية في مسيرة الرياضة السعودية ليش مو من حقه هو إلى سبتمبر القادم إلى بداية المنسب الرياضي القادم هذا الاتحاد شرعي موجود يستطيع أن يتخذ أي قرار هو يبغى صحيح أبو زياد أنا ما أقول لك مو من حقه أقول لك هو يرى أنه مو من حقه لأنه أصلا هو من وضع نفسه أو وضع تاريخ سبتمبر كأقصى مدة وللمفروض الجمعية تعقد مبكرا ما تعقد في ديسمبر أو في سبتمبر هم أجلوها نعم ولكن يريد الاتحاد الأستاذ أحمد عيد الاتحاد السعودي براسة الأستاذ أحمد عيد أن يتجنب أي قرار مفصلي أو أي قرار يؤثر على الأربع سنوات اللي مضت فيتكون هي القشة التي قسم الظهر البعير بالذات فيه مبارات نادر الاتحاد ما يستطيع الاتحاد السعودي أن يبث كون الأهلي منافس الهلال منافس والاتحاد ممتاز قضية إيران يعني تصريحات سيادية من الدولة أنه لن نلعب في إيران فهذا ما يهم نحن كشارع رياضي أما تعين أستاذ فيصل خلاف نائب رئيس المنزعات هذا شأن داخلي إداري يعني ما يعني المشاهد والمتابع رياضي أي شيء جميل دعونا نتعرف الآن أو نستمع ماذا قال الأستاذ عدنان اللي معي بدعوض مجلس الاتحاد السعود الكرة القدم والمتحدث الرسمي للزميل عبد الرحمن الدحين بعد نهاية الاشتباع أسألك بعض القرارات أولا خلني أبدأ بالجانب الإعلامي يكون أيضا جانب مهم أنت لماذا أولا قدمت اعتذارك ولماذا رفض لا أنا قشوف أنا قدمت الاعتذار طبعا لسبب أنه أنا لاحظي أنه هناك في تداخل أكيد بين مهام المتحدث الرسمي وبين مهام الرئيس اللجنة الإعلامية وطبيعي أنه يعني لما يكون هناك حديث يعني من طرفين في موضوع واحد ربما يعني يكون في يعني في اختلاف في رؤى لأنه ليست يعني ليست الحديث الإعلامية هي فقط وليدة قرار يكتب يعني لحنا لا نقرأ القرار فقط ونتحدث فيه كما هو مكتوب ولكن نجتهد فيه طبيعي نجتهد فيه اجتهادي ربما يتناقض مع اجتهاد الأستاذ طلال وهو قامر يعني إعلامية كبيرة نتعلم منها شيء كثير فالوضع طبيعي أنه أعتذر عرض هذا الموضوع الاعتذار اليوم على الأخوان في المجلس يعني بالإجماع يعني رفضوا هذا الاعتذار وطالبوني بالاستمرار وأنا تحت إشارة هذا الاتحاد وتحت إشارة الإعلامية الاستمرار يعني حظيت بوعود معينة للترتيب لا لا أشوف يعني ما أحتاج أني أنا يعني ما أحتاج أني أنا أبلغ يعني ش دور الرئيسة العالمية أعتقد الأستاذ طلال يعني ومعني بهذا الموضوع ويعلم تماما يعني يعلم تماما هذا الدور ويعلم تماما دور متحدد رسمي وأعتقد أنه ستمر يعني ستسير المور بشكل إيجابي بيني وبين الأستاذ طلال للتواصل الموجود بيننا وإن شاء الله يعني نقدم عمل يرضيكم بإذن الله أخذ أيضا بعض القرارات تحديدا ستسمى القريني عضوية المكتب التنفيذي ما الذي يختلف ما بينه وبين وضعه السابق كعضم أجسد دارة هذا أولا ثانيا هل الطريقة التي كان يظهر بها بكل سراحة على الأقل في نظر الكثير هي الطريقة التي جعلت أنه يأخذ هذا المنصب دعني أقول أمن الموضوع في تصويته لا لا الموضوع لا ما له علاقة يعني بين الواحد يظهر بالإعلام طبعا أنا أشوف الظهور بالإعلام بين أعضاء مجلسي دارة الاتحاد هو ظهور يعني ظهور الفردي هو ظهور خاص فيهم وجهة نظر خاصة بكل عضو يرى الأمور من زاوية معينة هذا حق لا لكن نحن كمجلس نتدارس أمورنا ونتخذ قراراته بشكل جماعي ما يعتمد وما يتخذ من قراراته وليست وجهة نظر هذا الجانب الجانب الثاني يعني ليس العلاقة يعني بين الظهور الإعلامي أنه أداه اليوم الوصول إلى عضوية مكتب التنفيذي مكتب التنفيذي ويسمى أحيانا مكتب طوارئ هو يناقش القضايا الطارئة والقضايا التي لا تحتمل التخير بين اجتماعين عاديين لمجلس دارة فرؤي من خلال طبعا يعني اعتذارات البعض عن حضور بعض الاجتماعات لأسباب سفر وخلافه أنه يكون هناك شخص آخر يتواجد في مدينة الرياض يعني والأستاذ سلمان كفاءة كبيرة في هذا الجانب وقامة رياضية كبيرة نستفيد من الشيء الكثير يعني في اجتماعات المكتب لجنة الاستناف تنقض قرار مهم جدا وتحيله إلى رابطة الدول المحترفة تكلمت عن هذه المؤتمر الصحفي ولكن ذكرت أن الرابطة ربما إذا لم تجد قرارا أو لم تجد وجهة نظر ستعيده من جديد إلى الاتحاد السعودي اتحاد السعودي لجنة المسابقات ممكن نرجع في نفس الدائرة أم أن الاستناف لن يتدخل مرة أخرى لا طبيعي شوف يعني من المتعرف عليه يعني لما تحل موضوع لجهة قضائية لا تنقض قرار لجهة قضائية أخرى وإذا نقضت الجهة القضائية الأخرى أنا أعني فيها اليوم لجنة الاستناف يجب أن لا يحل هذا الموضوع إلا إلى جهة قضائية إذا كان من منظور الأخوان في لجنة الاستناف بأن الرابطة الدول المحترفين يكون المعنية بإدارة وتشغيل مسابقات الدول يكون الحدث الذي حصل خلال أحد مبارئة الدور العام فهذا شيء مفهوم هذا شيء مفهوم من صلاحياتها أن تحيلها لأي جهة تريد من صلاحيات طبيعي لا يعني حسب ما أعلم بالنظام الأساسي بأنه يعني للجهة القضائية إذا لم تكن ذات اختصاص تعيد الموضوع إلى المضلة هذه اللجان وهو المجلس للأرض الاتحاد ولكن رؤية الأخوان في المجلس الاستناف أن يحل موضوع اللجنة إلى الرابطة كنا معنية بهذا الموضوع ننتظر رأي الرابطة وإذا اتخذت قرار رابطة فأكيد هذا القرار سيعتمد وإذا رأت الرابطة بأن يحل هذا الموضوع إلى المجلس من جديد ويعاد من جديد فطبيعي الجهة المختصة بهذا الموضوع من جديد هي لجهة المسابقات التي اتخذت القرار طيب سنذهب إلى آخر فاصل بعد الفاصل نعود للاستماع لحديث الكابتن ماجد عبد الله حول كثير من التفاصيل خاصة اللي متصدرين أهلا وسهلا بكم من جديد دشنا الأسطورة ماجد عبد الله مشروع الاستثماري في مجال الأكاديميات حيث تحدث للزميل عبد الله العظيبي في مجموعة من الجوانب الهامة في كرة القدم فأجرب النشاط غير النشاط الرياضي طبعا ما في شك أنه المتحف فيه متحف أيضا وأنا حاول يمكن هذه حتكون المفاجئة لكن بصرح عليها أنه فيه متحف حيكون المتحف ماجد عبد الله حيتنقل في المدن المملكة هذه أنا أعلن أعلنها يبيني؟ يعني مش معرض صور لا بمعرض سام بأشياء أمور فنية يعني والله أشوف هم يحمدوا ربهم الفرق الثلاثة أن النصر موش منافس لو منافس كتحصلة يحرص على الفوز أكثر شيء الآن يعني الجميع لهم فرص أنا شايف الأهلي شايف الهلال شايف الاتحاد لكن الشيء اللي قاعدين نضحك عليه إذا تعادل هذا تعادل هذا إذا فاز هذا فاز هذا يعني شيء شيء غريب يعني وحتى من يكون مثلا من فرق أقل منهم الفريق يكون أقل من الثاني تحصله يجد صعوبة فهل أن اللعيبة لما يسمع أنه تعادل الفريق الآخر يجيهم توتر أو يجيهم حاجة فعلى كل حال هي ميزة خلنا نقول أنها ميزة ثلاث فرق منافسة في الدور إلى آخر اللحظة أنا أعتبرها هذه الميزة بس كان من المفترض أنه واحد منهم ينتظر طيحة الثاني فيستغل ويتقدم لكن تجي هذا تعادل هذا يتعادل هذا يخسر هذا يخسر أنا ما كنت أحكي في الكرة لكن لكن أي مدرب حتى لو كان متواجد في السابق أيضا يحتاج له إلى وقت يرجع المعلومات اللي يبغاها من اللاعيبة المعلومات السابقة لأن اللاعبة تعودوا على نظام معين كويس لما يتعود ما في انضباط ما في الاهتمام كبير جدا الانضباطية داخل الملعب الانضباطية داخل الملعب جماعتنا حقين شو حقين أعلام بس حكي أنا لما تبغى تصير أنت هداف يعني الهداف يجي بطبيعته لكن أنت لازم تشتغل عن نفسك إذا أنت تبغى تصير هداف اشتغل عن نفسك في كل جميع الفرق الاندية الهداف ليس بالحكي أو بمكافأة أو بجائزة تخدرك لا أنت تبغى تصير هداف اشتغل عن نفسك داخل الملعب شكرا عبدالله العظيب على هذا اللقاء المميز الحقيقة مع الأسطور ماجد عبدالله على أبدأ معك من حيث ما انتهى ماجد عبدالله شو إعلام حكي المهاجب يجب أن يشتغل على نفس المهاجم السعودي يقول لك الأجنبي يشتغل على نفسه وقاعد يعطيه بشكل كبير السعودي لا والله أول شي شكرا على المقابل هذه مع الأسطورة شكرا لنبي سي برو شكرا لعبدالله عظيبي شوفت ماجد صراحة في التلفزيون تشرح الصدر ماجد خير من نتكلم عن هداف صراحة أعظم هداف في تاريخها السعودية الإعلام والشو والتصريحات والمشاكسات يعني مثل ما قال لك أبو عبدالله ما تأكل عيش أنت كمهاجم كهداف اشتغى عن نفسك طور نفسك راح تجد نتيجة هذا التطوير في أرضية الملعب داخل الملعب يعني ماجد عبدالله صراحة إذا قال شيء يعني لازم نصدقه طيب عموما أنا بشكرك على الكويكبي سامحني الحقيقة للوقت ضيق كثير عندنا اليوم شكرا على الكويكبي المرات القادمة بإذن الله تعالى تكون عندنا مساحة أوسع أو أكبر يستفاد منك دائما كابتن على في حضورك معنا دائما في أم بي سي بروسفورت خالد برأيك الشخصي لماذا أطلق ماجد عبدالله يعني يعني مجموعة من الأحاديث المهمة في هذا التوقيت تحديدا بأنه يعني مثل ما قال يحمد ربهم بأنه النصر ليس في حالة فنية جيدة ولا كان الأمر مختلف طبعا أبو عبدالله يعني نقدم رشدة للأندي الثاني وللمهاجمين أنا أعتقد حديثه نابع من نصراويته ومن حبه للنصر أنا أعتقد أنه الاتحاد والهلال والأهل والهلال والاتحاد حسب الصدارة فرق يعني يعني تجاوزت النصر وفي الوضع الراهن يعني حتى النصر ما نافس إلا من سنتين أخيرة فما يحمد ربهم أنا أتكلم ماجد عبدالله أتكلم من حبه للنصر ومن غيرته لفريقه لكن أنا أعتقد هما الأفضل الآن من الأفضل الثلاثة الموجودين والتعاون قادم من الخلف نعم أيضا إذا عندي ثواني تفضل تفضل عندك عندك الوقت كله تفضل طيب أنا ودي بس أختم بموضوع الاتحاد والقادسية بشيء بسيط كلام لأستاذ إبراهيم البلوي حقيقة واضح وصريح وكلام من ثقة نادي الاتحاد كشف المنظومة الرياضية عندنا اللائحة واضحة في مراقب مباراة كتب أنه خطأ فني أنا ليش أجل أنا اللي يمزع عني يعني ليش أجل ليش أسأل لجنة حكامه هي الخصم ليش أطلب تقرير إلحاقي والنظام ما يقول لي أن أطلب تقرير حقي أن الحادثة حصلت وقت المباراة مو بعد المباراة نعم التأخير هذا كله وما سيقول إليه من مشاكل في الدور بالنسبة للقادسية والفرق يلعب معها سبب الاتحاد السعودي طيب نادي الاتحاد طالب بحقه ويجب أن يأخذ حقه وتعاد المباراة طيب رجعني الماجد عبدالله لو سمحت لي إيش تتوقع يريد أن يصل إليه ماجد عبدالله عندما يقول بأن المهاجمين هم لاعبين شو فقط وليس أمور أخرى ويجب عليهم أن يشتغلوا على نفسهم بشكل كبير سريعا من النتائج أنت اللي بتلاحظ أنه من الهداف إلى المرتبة السادسة ما في أي لاعب سعودي حتى المراتب الخامس والسادس والسابع لاعبين وسط أجانب كمان يعني ما هم مهاجمين صريحين غياب تام للمهاجمين السعوديين بالفعل المهاجم السعودي يبحث حاليا عن المال في حال تأخر راتبه قليلا يترك اللعب ويترك أنه يطور مستوى يعني ما يلعب عشان الشعار وهذه هي المشكلة والفرق بين لاعبين الحاليين واللاعبين السابقين هو المال شكرا لك خارد صايم الدهر الناقد لأم بي سي برو سبورت على حضورك وعرائك معنا شكرا موصول أيضا للكابتن الحبيب الحقيقي علاء الكويكبي اللي كان موجود معنا أيضا في هذه الحلقة ولضيوفنا في بداية الحلقة فيما يتعلق للمنشطات شكرا لنا في المطير من الإعداد نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة سلام اشتركوا في القناة